عمر كامال عبد الواحد عمر كامال عبد الواحد بنسبة كبيرة جدا تدخط يعني 99% في الالف انتقالات يناير والموضوع تم عن طريقة صلاة بين الكابتن عمود الخطيب ودكتور وليد دعبس رئيس نادي موضن فيوتشر والكابتن خطيب مع كابتن كامال عبد الواحد والد عمر الناس في الاهل اتكلموا مع عمر وعمر كان عنده رغبة وانا قلت لك الكلام ده هنا من فترة كبيرة ان رغبته الاولى كان فيه كلام بيتقال انه جاي العروب بره او انه هو قلت لك رغبته الاولى انه هو يبقى موجود في النادي الاهلي وبيقترب بقوة من النادي الاهلي النهاردة انا بقولك هو اعتبره لاعب في النادي الاهلي في يناير في رأي يقولك انه هالاهلي في حاجة مثل عمر كامال عبد الواحد طبعا امكانية عمر كامال عبد الواحد ما فيش خلاف عليها بس بما انه بيلعب في ملاكز كتير هي موجودة ومليانة في النادي الاهلي هالاهلي محتاج عمر كامال عبد الواحد ولا بيشتري عمر كامال عبد الواحد عشان لو انا مشتريتوش فيه منافسين هشتري بصوا السؤال ده كانت قال لمارسيل كولر في الكلام على محمد حمدي وفتوح والراجل يمكن عندي معلومة نتقال ان هو مين قال انا جاي بفتوحة او عايز فتوح يجي عشان ألعبه يعني زهير ايصر انا عايزه هستخدمه في نص الملعب في الفكري بتاعي او التاكتك بتاعي بتاع الفرقة وفجأة دي اه معلومة مؤكدة انا بقولك يعني الراجل نفسه قالوا من قالوه ان انا عايز فتوحة قالوا له يعني فيه كريم الدبيس علي ممكن يجدد سنة هيبقى موجود ممكن حد تاني نجيبه بالزبط اللي تقال للراجل قال لهم هيبقى فيه كذا حد يعني في الحتة دي قالوا من قالوه ان انا عايز فتوحة عشان ألعبه في المركز الزهير الايصر انا عايز عشان لو جيهوا انضم النادرياهلي هلعبه في منطية نص الملعب وهوظفه وعنده الامكانات تأهله أن يبقى كويس جدا في الحجة دي فنفس الأمر على عمر كامال عبد الواحد لما ترى عمر كامال عبد الواحد على مرسيل كولر الراجل كان عنده رغبة أن يجيه من السهل اللي فاتت لكن كان فيه يعني توجه في الإدارة القبل كده أن مبلغ كبير عايزين مبلغ كبير أو أن عمر يعني متاخذ من نادي الزمالك فلما يروح الأهلي ممكن تحصل مشكلة وقصة معهم لكن الإدارة الجديدة الوضع مختلف شوية واستمعوا رغبة اللاعب عايزين يفتحوا تعامل مع النادي الأهلي ويبقى فيه تبادل لعيبة معلوماتي أن كريم ندفيد واحد من اللعيبة اللي ممكن يخشه في صفقة عمر كامال عبد الواحد خاصة أن كريم ليه بعض المستحقات خاد جزء منها فلما يرجع النادي تاني هيحصل على المستحقات دي بجانب كلام على كريستو ستة شهور مع ندفيد فيه تفكير في صراحة محسن ستة شهور والثلاث لعيبة مرسيل كولر ما عندهوش مشكلة ومبلغ مالي يتدفع لنادي مودرن فوتش عمر كامال بقى النقطة اللي بتاع اعجاب أو سر اعجاب مرسيل كولر به إن اللعب يقدي في مركز الباك الليمين كويس جدا وفي مركز الجناح كمان الليمين بشكل كويس جدا بيلعب ناحة الشمال برضو بشكل كويس فالعيد جوكر هو مرسيل كولر بيحب اللعب زي خدع فتاح زي طهر محمد طهر وبيشوفهم من أفضل اللعيبة اللي عنده عشان بس هو ما بيلعبش خدع فتاح كتير ولا بيلعبش طهر محمد طهر كتير لا بلعبش طهر بيبدأ على طول دلوقتي مع الأهل في أغلب المتشط يعني عشان الفتر بس العساسية على الأهل حسين الشحات وبرستاء وبعديهم كمان ريدا سليم وعب قادر فالطهر برضو بيشارك في الفترة دي عشان هو بيدور وكريم فؤاد وكريم فؤاد شبه بالزبط كريم ده من أقرب الناس شبه عمر كمان عبدالرح من أقرب الناس بالزبط بيلعب في كل الملاكس برد هو رالي بيحب اللعبة دي يعني حتى بقول اللعبة ما بلعب طهر بلعب عشان هو بيقد في التمرين 200% مش 100% زي ما أنا طالب منه طيب هو بيحب اللعبة الشكر عظيم